اشتركوا في القناة بحر قزوين إيجابتي هتكون بحر قزوين رقم 2 دائرة هنبص على الخريطة رقم 2 دائرة الاسواء رقم 3 المحيط هنبص على رقم 3 فين ده المحيط الهندي ده المحيط الايه الهندي طيب رقم 4 لو بصينا عليها في الخريطة عندي قرة أمريكا الجنوبية رقم 4 قرة أمريكا الجنوبية رقم خمسة البحيرات إيه هي رقم خمسة؟ دي البحيرات العظمة اللي موجودة في أمريكا الشمالية طب رقم ستة رقم ستة ده هيكون عندي مدار السرطان برقم ستة مدار السرطان سؤال رقم اثنين بما تفسر واحد يسمى كوكب المريخ بالكوكب الأحمر ليه كوكب المريخ؟ نسمينه بالكوكب الأحمر علشان عندي كوكب المريخ قال لي أن التربة بتاعته بتكون غنية بمادة أكاسيد الحديد وأكاسيد الحديد دي لونها أحمر فعشان كده سموه بالكوكب الأحمر يبقى إجابتي هتكون لأن تربته غنية بأكاسيد الحديد حمراء اللون رقم اثنين تعاقف فصول السنة الأربعة إزاي بيتيجي فصول السنة الأربعة وربعة ده؟ طبعا قال لي أن الأرض بتدور حوالين الشمس وعارفيني أن هي بتدور من الغرب للشر كل 365 يوم وربعة ولازم مع ثبات مين محورها أثناء الدوران إبقى إجابتي هنا هتكون إيه؟ بسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشر كل 365 يوم وربعة مع ثبات مين محورها أثناء الدوران رقم ثلاثة لا نشر بحركة الأرض أثناء دورانه إحنا ليه مش بنحس إن الأرض بتدور؟ قال لي علشان خطر الأرض بتدور بسرعة منتظمة فعشان كده إحنا مش بنحس بيها وطبعا الجاذبية الأرضية اللي بتجذب كل حاجة موجودة على سطح الأرض للقرى الأرضية فعشان كده إحنا مش بنحس بميل أو دوران الأرض يبقى إجابتي هتكون بسبب سرعة انتظام دوران الأرض والجاذبية الأرضية السؤال الثالث أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة واحد يعد كوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس إجابتي هنا هتكون طبعا صح صواب لأن عطارد هو أقرب كواكب إلى الشمس أول كوكب أصغر كوكب والأقربها إلى الشمس رقم اثنين تأخذ دوائر العرض في الصغر كلما بعدنا عن دائرة الاستواء إجابتي هنا هتكون صح لأن احنا قلنا أن كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء سواء كان انتجهنا في الشمال أو الجنوب بتصغر دوائر العرض لأن أكبر دوائر العرض هي دائرة الاستواء فكلما احنا ابتعدنا عنها سواء انتجهنا للشمال أو انتجهنا للجنوب بتصغر دوائر العرض رقم ثلاثة الالتوقات والانكسارات من العوامل الباطنية التي شكلت سطح الأرض ودي طبعا العبارة عندي هتكون صح لأن الالتوئات والانكسرات من الحرقات البطيئة اللي بتحصل في باطن الأرض ودي طبعا هتؤدي إلى تكوين الجبال والقارات رقم أربعة يتصل البحر المغلق بالمحين بفتحات واسعة عبارتي هنا هتكون خطأ لأن البحر المغلق لا يتصل بأي مسطحات مائية طيب إيه هو البحر اللي بيتصل بفتحات واسعة؟ طيب البحر الخارجي اللي هو أصغر هو مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط يتصل بالمحيط بفتحات واسعة طبعا خارجي رقم خمسة سمي خط الطول الرئيسي بخط جيرينيش طبعا هنا عبارتي هتكون صح اللي خط الطول الرئيسي هو اسمه خط جيرينيش نسبة إلى بلدة اسمها جيرينيش موجودة عندي في جنوب لندن ودي اللي حصل فيها المؤتمر الجغرافي سنة 1884 وقدروا في المؤتمر الجغرافي أن هم يحددوا خط الطول الرئيسي له خط جيرينيش رقم ستة يطول الليل ويخسر النهار في فصل الخريف طبعا هنا عبارتي هتكون خطأ لأن في فصل الخريف بيتساوى الليل مع النهار طب امت بيطول الليل ويخسر النهار؟ طبعا ده في فصل الشتاء في فصل الايه؟ الشتاء سؤال رقم أربعة اكتب المصطلح الجغرافي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات واحد أرض مرتفعة عن سطح الأرض شديدة الانحدار ولها قمة أو عدد قمم طبعا ده تعريف ايه؟ ده تعريف الجبل تعريف الجبل اتنين دوائر وهمية تحيط بالقرى الأرضية طبعا ايه هي دوائر اللي بتحيط بالقرى الأرضية؟ هي دوائر العرض إجابتي هنا هتكون دوائر العرض سؤال رقم خمسة صوب ما تحته خط واحد تم بناء معابد الشمس في عهد الأسرة الثالثة وحاطت خط على الأسرة الثالثة معابد الشمس تم بناءها امتى؟ قال لي في عهد الأسرة الخمسة اللي هو أسر كيف فعهد الأسرة الخمسة مكان الأسرة الثالثة رقم اتنين جمع الوزير في يده جميع السلطات الدينية والدنيوية وحاطت خط تحت كلمة الوزير مين اللي كان في ايديه كل السلطات الدينية والدنيوية؟ وكمان هو الملك المقدس صاحب النفوذ المطلق هنكتب الفرعون يبقى جمع الفرعون في يده جميع السلطات الدينية والدنيوية رقم تلاتة نشأ أول جيش نظامي في عصر الدولة القديمة وحاطت خط على الدولة القديمة أول جيش نظامي ظهر عندي في الدولة الحديثة في الدولة الحديثة سؤال رقم 6 أكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات الآتية واحد كانت عاصمتها بوتو وشعارها نبات البردي إيه هي اللي كانت العاصمة بتاعتها مدينة بوتو شعارها نبات البردي كانت مملكة الشمال يبقى إجابت هنا هتكون مملكة الشمال اتنين دولة كبيرة مترامية الأطراف تسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية ده هيكون عندي تعريف إيه؟ ده تعريف الإمبراطورية اللي هي دولة كبيرة مترامية الأطراف بتقدر تسيطر على أراضي وشعوب بفضل طبعا قوتها العسكرية والاقتصادية رقم 3 آلة كانت تستخدم عند المصريين القدماء لرأي الأراضي المرتفعة مصريين كانوا بيستخدموا إيه عشان يرفعوا المية من مية نهر النية عشان يروي الأراضي المرتفعة؟ كانوا بيستخدموا الشادوف يبقى القيل عندي هي آلة الشادوف رقم 4 مجموعة الأنشطة البشرية التي كان يمارسها المصريون القدماء عبر العصور كانت ايه؟ هو ده تعريف الحياة الاقتصادية ده تعريف اين؟ تعريف الحياة الاقتصادية مجموعة من الأنشطة البشرية كان يمارسها المصر القديم عبر العصور سؤال رقم 7 وهبى الله سبحانه وتعالى مصر الحبيبة عوامل طبيعية وبشرية ساعدت على قيام الحضارة الفرعونية منذ فجر التاريخ في دوء العبارة السابقة أجل واحد حدت عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة أنا عندي مجموعة من العوامل اللي ساعدت المصريين أنهما يقوموا بالحضارة المصرية القديمة أول عامل عندي هو كان نهر النيل اللي ساعد المصريين أنهما يعرفوا الزراع كمان مناخ مصر المعتدل طوال العام موقع مصر الجغرافي اللي خليها تقدر تسيطر على طرق التجارة كمان الموارد الطبيعية اللي موجودة في أرض مصر ساعدتها أن يكون عندها حضارة وأهم حاجة إنسان محب لوطنه ساعد في بناء الحضارة المصرية القديمة يبقى إيه هي العوامل؟ نهر النيل مناخ مصر المعتدل الموقع مصر الجغرافي الموارد الطبيعية وإنسان محب لوطن رقم اثنين قارن بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية في مصر القديمة لو هنتكلم عن التجارة الداخلية هي التجارة التي تتم بين المدن والقرى المصرية هي التجارة التي تتم بين المدن والقرى المصرية اللي هي حركة البيع والشراء تتم ما بين المدن والقرى المصرية وطبعاً اللي كان بيربط ما بينها هو نهر الني التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء اللي كانت بتتم ما بين مصر والدول الأخرى يبقى التجارة الخارجية هي حركة البيع والشراء التي تتم بين مصر والدول الأخرى طبعاً مصر اهتمت بالعلاقات التجارية مع بلاد بونت مع بلاد فنقيا وبلاد النوبة رقم 3 ما رأيك في اعتقاد المصر القديم في البعث والخلود طبعاً ده يعجبني لأن عقيدة البعث والفرود اللي قامن بها القدماء المصريين ساعدتني إن أنا أتعرف على الحضارة المصرية القديمة من خلال الأغصار والمقابر والأهرامات اللي طرقها القدماء المصريين فطبعاً ده كانت حاجة كويسة جداً حصلت في عهد المصري القديم يبقى يعجبني لأنه حافظ على العديد من الأغصار والأهرامات والمقابر شكراً جداً لطلاب الصف الأول الأعدادي طلاب مدرسة المنتزم